اهلا بكم جديد ودور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وعدد من كبار المستقبلين وقد تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله لدى وصوله بالتصريح التالي نعرب عن سعادتنا البالغة بهذه الزيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والالتقاء مجددا بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعا مؤكدين عمق اعتزازنا بهذا النهج السديد والراسخ في التواصل المشترك بيننا وبالعلاقات الأخوية الوثيقة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد ما ميزها بركائزها الصلبة والمتينة التي تجعلها تزداد في قوتها وتتناوع في ثمارها ومنافعها يوما بعد يوم بما يدعم تطلعاتنا ويلبي طموحاتنا المشتركة ونؤكد عظيم تقديرنا لدعوة أخينا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لنا لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل معربين عن سعادتنا بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يقدم صورة المضيئة والمشرقة للمشهد الثقافي السعودي بكل أبعاده الاجتماعية النبيلة والنهج الأصيل للقيادة السعودية الذي رسخه مؤسس الدولة السعودية الحديثة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بأهمية دعم التراث السعودي وما يميزه من دلالات أصيلة ومضامين وطنية راقية وإنها لمناسبة لأن نجدد تقديرنا لما يليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اهتمام بالغ لتعزيز العلاقات الأخوية المشتركة وما يبدله من جهود رائدة وعمل متواصل في تدعيم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا الإسلامية وهي شواهد بين على ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة عالية وما تطلع به من دور قيادي في هذه المرحلة الفاصلة التي تفرض تقوية الصف ووحدة الموقف وتكامل الرؤى كي نتغلب جميعا على تحديات المرحلة وصعوباتها ونصل سويا إلى ما فيه خير وازدهار شعوبنا نسأل الله جلد قدرته أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام الأمن وتمام الاستقرار ومواصلة الرخاء ويوفقنا ويسد الخطانا دوما لما فيه خير الشعبين والبلدين الشقيقين رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة